بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت 11 كومبيوت زا ديزاين مومنت اند اريا استيل في الجزء دوت عايزين نتكلم على ازاي حنحسب المومنت ومنه نحسب الاريا استيل اللي هي الريكوايرد طيب احنا المومنت اللي عندي في الحالة دي بيساوي قيمة الباكلينج او الدفليكشن مضروف في امتو يبقى 1.04 مضروف في امتو اللي هو 8680 وده المومنت اللي احنا حسبناه اللي هو طلع الماكسيمم عند التوب الكلام ده اللي هو 9027.2 كيلو نيوتين انش طبعا دي وحدة المومنت طيب الديزاين كونديشنز ار يبقى البي اولتمت تمومية والمومنت اللي انت حتصمم عليه اللي هو 9027.2 يعني ادي الكولام بتاعنا يبقى ادي خلاصة القيم اللي انت حتصمم عليها اللي هي البي اولتمت تمومية والمومنت اللي عندك اللي هو 9027 طيب في الحلقة دي ان انا عند قيمة للاكسينتريستي قيمة الاكسينتريستي اللي هي ام على ان او اللي هي البي يو طيب المومنت هنا بيساوي كام اللي هو 9027 على اي اللي هي البي اللي هي 8000 اتمومية كيلو يبقى الكلام ده حيساوي 11.28 انش يبقى دي قيمة الاكسينتريستي يعني كما لو كان العمود عندي ادي البي مسافة الاكسينتريستي عندي اللي هي 11 انش نكمل مع بعض انا عايز احسب نسبة التسليح نسبة التسليح انا حنفرضها اللي هي اتنين في المية يبقى في الحالة دي ات الاريا ستيل بتساوي الرو مضروبة في الاريا جروس حيس ان ابعاد العمود اللي عندي احنا اختارنا 25 في 25 انش طيب السؤال هنا افرض انا غيرت نسبة التسليح دي بمعنى واحد اشتغل على واحد في المية كل العملية ان السيكشن اللي عندك في الحالة دي البيهيفيار بتاعه بيتغير يعني كل ما بتزود نسبة التسليح الدكتريتي بتاعت السيكشن بتزيد ولكن ما توصلش الماكسيمم عندك لان انا فيه رو مينيمم وفيه رو ماكسيمم انا كل اللي انا شغال عليه اللي هو الانترفل بين الرو مينيمم والرو ماكسيمم في الحالة دي انا حسبت الاريا ستيل يبقى نختار 14 سيخ نمبر ناين او المساحة الاكشوال بتاعتهم اللي هي 14 انش سكوير اللي هي اكبر من الريكواير يبقى انا عندي في الحالة دي الاريا ستيل بروفايدد اكبر من الاريا ستيل الاكبر من الريكواير ايبقى فالشغل بتاعك اوكي هناخد نص الحديد ده هواط جاعة التمشن اللي هو سبعة انش سكوير وفي نص الحديد التاني ناخده جاعة الكمفرشن اللي هو سبعة انش سكوير يبقى انا المقطع بتاعي ده الحديد اللي هو جاعة الشد وده الحديد جاعة الضغط يبقى في الحالة دي اتالفة اللي هي اريا ستيل على اريا ستيل داش الكلام ده بيساوي واحد